اشتركوا في القناة اتكلمين عن عن فوائد الكوسة والطماطم مع كل خطة الدم هذه كيف لم تصبح مهرجا؟ الوقت ليس متأخرا شباب يبحث عن الشهرة خطوة وخطوة ويصل هل حصل شيء لا اعرفه؟ غيحانة نائمة؟ لابد انها تحلم ببلال الآن تحلم ببلال؟ جارنا الشاب الحبشي غلام اسمه بلال فهمت اراها تنطنط مثل القرادة هذه الايام؟ هكذا وهكذا وهكذا اسمعي يا مريانا رايحانة عاشقة ولا علم لسيدها بالامر ما هذه الاعمال؟ سوف اؤدبها حتى لا تعود تعرف الابيض من الاسود لم تقم المسكينة بما هو مخالف انها مجرد خادمة يا مريانا ولا تستطيع التصرف كما يحل لها لكن لم تفعل شيئا تلك المسكينة اتريد ان تكونك رجال الدير هي عبدتنا نعم ولكن يا شوذب اشترينا جسمها وليس مشاعرها حسنا حسنا ان رقبتي امام سيف امر سيدة هذا المنزل ادق من الشعر خادمتك ان اردت تزويجها ام لم ترد ذلك فهذا امر يعود اليك يا شوذب بماذا تفكر الان؟ ان رايحانة تتغط في نوم عميق ماذا تريد ان تفعل؟ اريد ان اقتل ابن زياد بكل عزي ما الذي تقوله الان؟ اريد ان اقتل ابن زياد ان كابوسك اثارني بقوة يا مريانة انا متأكد من خيانة الكوفيين مجددا لعلي ابن ابي طالب وكما ضربوا امير المؤمنين عليا وخذلوا ولده الحسن من بعده فسيقتلون الحسين ايضا لم يقم يزيد بتنصيب عبيد الله ابن زياد واليا على الكوفة عبثا فابن مرجانة على دراية كبيرة بطباع وعادات اهل الكوفة واذا مسار على الوتيرة نفسها من الكيد فسيستميل من دون شك انصار علي ابن ابي طالب في الكوفة الى جانبه بقاء ابن زياد حيا يعني قتل الحسين ان هذه الفكرة في غاية الخطورة يا شوذب ان اعلم وكيف تستطيع قتله وتبقى سالما ان رجال ابن زياد سيقضون عليك ويقطعونك لن اقتله بنفسي العلويون من يقتله ربما مسلم ابن عقيل هو الذي يقتله ولكن ما الذي يدور برأسك يا شوذب وماذا تريد ان تفعل لا تخافي مريانا وكوني شجاعة فمسيحك هو الحسين لدي ابن علي اي عذر لنا يوم القيامة اذا شاهدنا كيف يريقون دمه المبارك ان قتل ابن زياد يعني حربا حتمية ضد الحسين لان يزيدا سينهض للتأري لدم ابن مرجانة ولدي ما يكفي من الحجج ان الحجة الكبرى لدي يزيد هي عدم مبايعة الحسين له بل انه ابتدأ الحرب مع الحسين اقسم بالله ان ابن زياد لم يأتي الى الكوفة الا ليسفك دم الحسين شوذب ان الحسين الذي اعرفه لا يدعو ابدا الى الحرب وهو لا يوصي انصاره بالحرب كذلك هذا صحيح انه لا يحب الحرب فهو ابن علي وعلي لم يكن يحب الحرب لكنهم للأسف لم يتركوا له الا الحرب مريانا انك موضى واسرار الاوحد وظننت انك تسرين عندما تعرفين بماذا افكر بالتحديد لا تشك باني موضع اسرارك اقسم بالله اني ساحتفظ بها معي الى القبر ولكن اعطني الحق لان اسرارك هذه لا تسرني ابدا ان الخطط التي وضعتها انت لقتل ابن زياد لا هي لمصلحة الحسين ولا لمصلحة انصار الحسين اعلم انه منذ هذه اللحظة بالذات ساغلق فمي ولن اسأل عن كلمة من اسرارك وهكذا سيرتاح بالك لعدم معرفة احد سواك باسرارك المرعبة تلك ان رضاك يعني لي الكثير مريانا واذا عرضتني فلا بأس ابن زياد قوي وقادر وهو يجهز سيفه لقطع رأس الحسين بكل شوق افهمي جيدا ما ساقوله الان نحن مضطرون الى دعم ابن زياد ولا حق لنا حتى بالبكاء واذا ما عودك هذا الكابوس من جديد فارجو ان تبعدين عن نيرانه وصياطه يا شوذب ان علي قتل بتحريد من امرأة اسمها قطعم كانت متعطشة لدم علي وابنه الحسن دس له السم بيد امرأة اسمها جعدة قد كان والدها عدوا لعلي وفي كابوس المشؤوم كانت هناك امرأة اسمها مريانا نصرانية التي كانت تحب علي اكثر من حياتها اوه هذا ليس عدلا ابدا عن ما رأيته يا شوذب لا اريد ان اكون ثالث امرأة ملعونة في حساب علي واولاد علي ايضا فانا مستعدة للموت على ان احمل هذا العارة الى الابد انا اريد مساعدتك يا مريانا لكن انت لا تريدين ولكن لما لا نرحل يا شوذب نرحل من هذا المكان لكن الى اين لست اعلم ولكن ارض الله واسعة وكبيرة ولابد اننا سنجد مكانا يحملنا انا وانت وهذا الطفل سأريحك يا مريانا لقد علقنا في هذه الكوفة كان يمكن لنا ان نهجر الكوفة قبل ان يصلها عبيد الله ابن زياد لكنه اتى واصبح لسوء حظ يراقبني بدقة انا متأكد من ان كلاب ابن زياد سيقطعوننا اربا اربا قبل ان نصل الى بوابة الكوفة صدقيني يا مريانا لقد فكرت كثيرا بالامر ان موت ابن مرجانة هو باب النجاة الوحيد لا غير وكيف هذا يا شوذب كيف ممتاز ساقنع ابن زياد للذهاب الى عيادة الشيخ هاني ابن عروة ومقابلته فقد سمعت ان هاني ان مريض وهاني ان وعشرته يا مريانا من الدي واقوى خصوم ابن معاوية يزيد وانا واثق تماما من ان ابن مرجانة لو دخل دار هاني فانه لن يخرج منها حيا يكفي ان ابلغ هاني ابن عروة بهذا الامر انا لا اشعر بالارتياح ابتن حلفتك بالله ان تنتبه لنفسك التوكل على الله ارجو فقط ان اجد لهذه المهمة رسولا امينا مريانا لديك شخص امين واحد وهو انا شكرا لك شكرا يا مريانا شكرا لكن حاذري ان تنتبه ميمونة للامر فانت تعلمين انها طفلة خصوصا انها اصبحت عاشقة ويستطيعون استغفالها ببعض الوعود ويطلعون منها على كل اسرار المنزل ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم حسنا وبهذا يصبح عددها ثلاثة الاف دينار شامي مكافأة المجاهد الحمصي جنابة المحترم السيد معقل العلوي اوه ايها الامير تفضل هل يرضى ضميرك ان تكفنني بيديك انت؟ فاذا علم انصار علي انني من مقربيك فسوف يصلخون جلدي وانا حي لا تتباكى ايها الاملة لا تدغدغ مشاعري لكي اشفق عليك ساضطر ان اعفيك من هذه المهمة الخطيرة اذا فما هو الحل يا عزيزي معقل؟ فانصار علي فعل ما من شأنه ان يجعل العثور على مسلم اكثر صعوبة من ايجاد ابرة في كومة قش حسنا بهذه الحيلة فقط نستطيع ان نعرف اين هو مكان مسلم اهو في منزل هانئ بن عروة ام في منزل سليمان بن سرد ام في منزل مسلم بن عوسجة انني اجزم ان مسلم بن عقيل يختبئ في بيت المختار الثقافي يا مولاي لا لا يا ابله لا المختار اذكى من هذا الكلام فهو لا ينام حيث يجري الماء من تحته حسنا ربما الجاءه اليه في البداية لكنه اعتذر له يقينا منه على ذلك الامر اذا ولماذا ذهب لاخذ البيعة لمسلم من القبائل في اطراف الكوفة انما كان يأخذ البيعة لنفسه هو ان المختار الثقافي مثل الحية تحت التبن فهو يحلم بالملك لنفسه وانما يتحجج بالحسين انك لا تحب معقلا انك لا تحبه وانما تخلق العذارة لترسلني الى المسلخ معقل معقل العزيز ايها الحبيب نعم انت الامين المؤتمن الوحيد لدي هيا اخبرني بمن ساثق فلا يخونني في مدينة لها الف فرقة ومذهب ها على امثال شوذب الذي لا يريد رأسينا على جسدينا اه اذا فلماذا اجتمعت به واقتليتما وحدكما لاننا بحاجة اليه في هذا الوقت ايها الغبي لا تسأل هكذا كثيرا لا تحشر انفك بما هو ليس من شأنك ايها الماعز ولا تكن غبيا امرك اشغل سمعك فقط ولن تصاب باي مكروه هل فهمت والان دعنا نتأكد من ادائك للخطة هذه المرة المئة التي نقوم بها بذلك اه ارجوك انها ليست اول مرة تعكر بها مزاجي ايها الغبي انها تجربة لاجل زيادة الاحتيار لانني لا اريد الجلوس في مأتمك ايها الابلة انا خادمك المتيع يا مولاي مرني بإلقاء نفسي في النار وسأكون نذلا ان لم افعل ما عقيل دعنا من ذلك امر كيف انا رسير الامور لترى ذلك حسنا من انت انا احد انصار علي ومن اين انت انا من حمص في اطراف الشام وماذا تفعل في الكوفة اتيت من اجل الجهاد لقد سمعت ان ادباع علي في الكوفة قد ثاروا وخرجوا على بيعتي يزيد عليه اللعنة احسن لانه فاسق وفاجر وتارك الصلاة وجئت لأقف الى جانبكم انتم ادباع ابن عم النبي وانصار ابن بنت النبي واحارب الخليفة المرتد وواليه اكل الحرام ابن مرجانة المجرم الخبيث ايها الكل اتريد ان اغطس رأسك بالماء لم يكن من المقرر ان تسبني فكل ما تعرفه من السباب والشتائم ادفعه الى يزيد ان احكام العمل لا يعيبه وانا اسبك لكي لا يشك بي ويطمئن الي مولاي افعل ولكن لا تقل ابن الزنا وماذا ساقول حسنا فلنقل مثلا شارب الخمر شارب الخمر فاسق جبار جبار عديم الدين اه احسن احسن حسنا حسنا ما بعده ما بعده ما بعده واحضرت معي الف دينار شامي هي كل ما املكه في الدنيا فخذوني الى مسلم بن عقيل المحترم نائبي مولاي الحسين بن علي اريد ان اقدم له هذا المبلغ يستعين به على شؤون الجهاد اه احسن انا مسلم بن عقيل يا اخي اعطني المال اكمل ايها الاحمق ههه اعلب انك اختبأت عن عيوني ورصدي ابني مرجانة الحقير ابني المجرم الفاسد ايها الابلى اعطى للتعرض لوالدي من جديد ابن زياد الوقت جيدة؟ حسنا ليست سيئة لا بأس ما الذي فعله المسكين زياد للتعرض له حسنا حسنا هل تعرف ابن عقيل؟ أنا مولاي أعرف بن هاشم جيدا وابن عقيل هو ابن الهاشميين وإذا ما رأيته فسوف أعرفه هذا خطأ ولماذا؟ خطأ يا معقيل لقد عدناها مئة مرة أيها الأبلى لا أدري لماذا تخطئ حين نصل إلى هذا الجزء منها أنت تعرف عقيل جيدا وستعرف ولده لأنه يشبهه تماما إنني سوف أخطئ لأنني لم أرى عقيل ليس من المهم أن تكون رأيت عقيل أم لم تره فالمهم هو أن يعلم زعماء القوم أنك رأيت عقيل وتعرف ولده مسلم وعندها سيأخذونك إلى مسلم الحقيقي أنا خائف من هذا المقطع من الخطة فلعلهم أرادوا اختباري للتأكد من زعمي فإذا ما أروني مسلم المزور ولم أتعرف عليه فسيعلمون أنني كاذب ولم أرى عقيل فأي مصيبة ستصب علي عندها حسنا وماذا نفعل دع هذا الأمر لي أنا فلاش أنا لك به معقل لا تقوم بإعطاء الثلاثة ألاف دينار الشمية إلى مسلم المزور عدمتها عدمتها من يد إذا فعلت من الواضح أنك لم تعرف معقل بعد فأنا سيد شعوذا أتريد أنت أن تعلمني يا لك من رجل المشعوذ معقل نعم سيدي لا تذهب بزيك هذا البس ثيابا خشنة ولا تذهب قبل أن تزيل هذا الجرس عن لحياتك لياثق بك أكثر يجب أن أبدو مجاهدا حقيقيا حسنا يكفي يا مريانا إذا أرادت القابلة هذا فلا مانع فقط لا تذهب إلى المسجد أرجوك ريحانة نعم سيدتي المفترض أن نشعل البخور اليوم كي لا يصاب مولايا بالعين لقد استهلكت القابلة يوم أمس كلما كان لدينا من البخور كان من المقرر أن نشتري منه اليوم إذن اذهبي واقتردي البعض منه أمرك يا سيدتي أراك ما زلت هنا ومولي على عجلة من أمرك نعم سيدتي سأعود بينما يلبس سيدي حذاء مريانا تذكر أن لا ينكشف أمرك بأي وجه من الوجوه لا تستخفي بذلك وإذا سألوك عن هويتك الآن فقولي أنك إحدى نساء ابني مرجانة ومن شيعة علي أنا لا أعرف الكذب مريانا هناك مصلحة في هذا الكذب شوذب أترضى لي أن أكذب؟ أنا مريانا يا شوذب أنا زوجتك إن بدني يرتجف لمجرد الفكرة مريانا لو كان ضميري يرضى الكذب لكنت مثل آلاف الكوفيين من معدومي الضمير أعتاش على بيع ضميري ومبادئه ولم أعرض نفسي لهذا الخطر إذا أصر على معرفة من أكون فالجواب عندي لن أقول لهم إنني زوجة شوذب عامل الخزانة حسناً قد يكون مسلم بن عقيل في بيت هانئ الآن رجل طويل القامة وعريض المنكبين وهو حسن الوجه والمحية واسع العينين كثيف الحاجبين و... مسلماً ماذا تريدني أن أقول له؟ أتعرفين مسلما؟ نعم في اليوم الذي ذهبت فيه إلى المسجد لإمضاء دعوة الحسين رأيته هناك وسألني يا أختها إلى أي قبيلة تنتمين؟ أم تزوج أنت؟ أم لا؟ يجب أن لا توقعي على هذه الدعوة الخطيرة من دون أن يسمح لك زوجك فأجبته بالقول إن مسألة هذه الدعوة وإمضائها هي مسألة الإقرار بالإيمان ولا يحتاج لإثن هكذا هذا من مساوئ الزواج بامرأة متفقهة من أين تعرفت على هذه الأحكام؟ طوال عمري لم أسمع أنا المسلم بهذه الفتوى لقد سمعتها الآن لقد جاءت ريحانا ولم تبلغني ماذا تريد ماذا أفعل لو رأيت مسلما؟ قولي لمسلم يا ابن عقيل إن الكوفيين هم أنفسهم الذين حبسوا مالكا الأشتر في يوم الفتنة الأكبر لا تخدعن ببيعتهم إن سيف مالك بيدك اليوم فاحسم أمرك ما دام القرآن لم يرفع على السهام بعد أنا أطمئن أنا أطمئن لا تغضب أيها الأمير لا تنفعل أيها الأمير هؤلاء إقل أيها الأمير مع أول السرخة سيأتون ويقبلون أيديكم ويقولون لك أرجوك سنفعل ما تطلبه مننا أيها الأمير فماذا؟ هل جاءوا؟ هؤلاء لا يشتروننا بأبخص الأثمان لم يكونوا مستعدين حتى لكلمتين حتى لم يجلسوا معنا للبحث والنقاش فعلنا نجد مفرا نتجنب فيه السفك الدماء بكلام الله أقسمت بأن هؤلاء يرون أن أنفاسنا بخصة لديهم ويرون أيضا أن الحوار معنا هو جرم كبير تفضلوا ماذا يعني تحشيد الجنود هذا؟ مخالب وأسنان إبراز المخالب والأسنان أهناك أوضح من هذا؟ ها؟ سمعت المرحومة معاوية في أحد الأيام حين قال للجمع إن أهل العراق لن يتركوا الحسين بن علي حتى يجبروه على النهوض في وجهه وقد كان محقا كان يعرفهم جيدا يعني أهل العراق وأعني الحسين أيضا يرحمه الله كان يعلم جيدا أن أهل الكوفة لا يعرفون الوفاء فليرحمه الله السلام على الأمير الغاضب شوذب إن أذني مغلقتان أمام سماع المواعب إذا كان ما تقوله بشأن بيت المال فقل هو ألا ودعا إن حل أمور بيت المال بعهدة الأمير وحده ولا داعي لتطفلي واحد مثلي الأمير طلب الاستشارة فجئت إليه وإذا كان لا يحتاج إليه فإنني أستأذنه ابقى يا شوذب ابقى إن لدينا مشكلة عالقة مع العلويين في الكوفة فابقى هنا ما المشكلة مولاي؟ مشكلة؟ ما المشكلة يا ابن حرايف؟ لقد أراد مولاي الأمير أن تفاوض مع زعماء القبائل من أنصار علي لكن جميع زعماء القبائل قد رفضوا دعوة الأمير فهاني يتحجج بالمرض وسليمان بن صرد الخزاعي قرأ الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ومسلم بن عوسهجة؟ أخذ يصيح؟ وما شأني أنا؟ وشارب الخمور وحبيب ابن مولاي؟ يا ابن حرايف يكفي هذا يكفي ما سمعت يا شوذب؟ لو أجابوا بغير ذلك لما كانوا من أنصار علي أن لهذا السبب غضبت يا مولاي؟ إذن فأنت لا ترى من داع لغضبي موضوع بسيط فعندما دخلت الكوفة متنكرا بلباس الحسين ظننت أن عمر بن العاص قد أتى عمر بن العاص الذي لجم جماح غضبه وعواطفه قليلا ما يرفع صوته ويكتر من ابتسامته ولا يحمل سلاحه إلا عندما يرى أنه يخدمه ويستطيع تحويل الهزيمة إلى نصر برفع المصاحف على رؤوس الرماح والسيوف أتظن أن من الممكن أن تنطلع على هؤلاء الناس من جديد؟ ولم لا؟ شرط أن يكون الأمير قد ورث عمر بن العاص ودهأ اسمع يا شوذب بصراحة أنا أطلقت كل ما لدي من سيهام الخديعة وكل أفكار الجهنمية أتريد أن تكون عمر بن العاص؟ فتفضل هاني بن عروة المعذر أيها القائد حبا وكرامة سيدي خازن بيت المال اسمح لي مولاي لا تذهب بعيدا أيها القائد أمرك قل يا شوذب ودعني أسمعك هاني بن عروة مريض أو هو متمارد ولم يأتي لزيارة الأمير بعد فليذهب إلى الجحيم لما لا يبادر الأمير ويذهب إلى عيادته؟ أتخشى أن يلحق بك الأذى أيها الأمير؟ أو أنك تخشى تصدعك بريائك؟ لنفترض أننا ذهبنا لعيادة هذا الملعون اللئيم فما الذي سنحصل عليه؟ أمثال هاني يستمدون اعتبارهم من قبائلهم وتستطيع بهذا العمل أن تهدم منزلة هاني لدى قومه ولدى قبيلته على الأقل سنفهم بني متحش حسن نية الأمير وحسن نوايا السلطة سيفهمون أن الأمير ليس مغرورا وعنيدا ولم يأتي لإشعال الحرب وأنه عمل بسنة النبي حسنا وعندما تشك العشائر بزعمائها وكبرائها يصل الأمير إلى ما يريد إن قانون شراء شيخ القبيلة يعني شراء القبيلة وهو قانون حسن لكن هذا لا ينطبق على قبيلة زعيمها من بني متحش وفي مثل هذه الحالات لابد من قلب الميزان ومن دون شك عندما يستطيع الأمير أن يبدو أمام بني متحش أنه محق ومقبول وعادل يكون قد غلب هانئا وحقا كنت أفكر بمثل هذه الأفكار لكن بعض هؤلاء الشياطين والحيوانات خالفوا رأي هذا حسنا حسنا سأفكر بهذا الأمر لابد من ذلك قلب الأمر من كل جوانبه وفكر في أخطاره المحتملة ثم نفذ ذلك من دون أي تردد لا تغامر مولاي ترى ما هي الأخطار يا شوذب يجوز إنك ذاهب لعيادة عدوك يا مولاي وربما تسبب لك بالأذى لا قدر الله سيده لا 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 إن هذا مستبعد عن شيئا من العربي وعادات المسلمين فنحن ذاهبون لعيادة مريض وليس للحرب إنه إنه احتمال ضعيف جدا يا مولاي واحتمال وقوعه أمر بعيد ولكن فقط بشرط واحد أن تأتي أنت معي أيضا مهم إن مرافقة الأمير لا تحتاج إلى شهوط أبدا إنها واجب وإن شاء الأمير مرافقته فأنا جاهز لا بأس ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما من أنت يا أخدا؟ أحد أتباع علي ومن تقصدين بزيارتك؟ أقصد أحد أتباع علي ومن أي عشيرة أنت؟ من عشيرة الشيعة أخته ليكن حديثك إلي واضحا إن لم أعلم من تكونين ومن أرسلك إلى هنا فلست مستعدا لسماعك وإن رفضت التعريف بنفسك فقد شرفت يا شيخ ما أهمية من أكون ومن أي عشيرة؟ فالتقل إنني من عشيرة بن زياد ليس من المطلوب أن تتكلم بما يمكن أن يعتبر غدا دليل إدانتك لكن المطلوب أن تسمع رسالتي ممن أنت خائف؟ في هذا البيت لا معنى للخوف إلا من الله أختاه أختاه أنا هاني ابن عروة أحد مريدي وأنصار علي ولأني قصرت في ميدان الجهاد الأكبر فأنا نادم لا أخاف أحدا أخاف من الله سبحانه وتعالى أشاهد على أعمال كل الخلق فنحن وأدنى الخوف في مهد لم نترارع في حياتنا إلا على حب علي فما دمت ضيفة علي في بيتي لا تتحدث عن الخوف أبدا فنحن خرجنا عن بيعة يزيد لأنه ألعوبة بيد الشيطان وهو مطية نفس الأمارة ولا حاجة بنا لأي دليل أو شاهد على ثبوت جرمه فكتبنا التي أرسلناها بخواتيمنا إلى الحسين أظنها تكفي لذلك من تكونين؟ أمة من إماء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أخذت الحم مني مأخذا إذا تهربت من إجابتي ثانية فلدي من العذر ما يجعلني أجف ضيفتي إن لم تعرف عن نفسك فنعرفك فسأدفع بك لخادمات المنزل بتهمة التجسس علينا إنني امرأة يا شيخ رقيقة ولا أملك شجاعة الأسد مثلك لأجهر باسمي دون خوف ودون أن أحسب حساب وبحكم الواجب قبلت هذه المهمة رغم أنني حامل في شهري ظنا مني أن الشيخ التقي الظاهر العلوي لن يسأل عن اسمي وعشيرتي ولأنني أعلم أن الكذب حرام لم أرد إبعاد شك الشيخ بإدعاء اسم غير حقيقي أما وقد رفضت الاستماع إلي فاسمح لي بمغادرة المكان أستغفر الله أستغفر الله ربي وأتوب إلي سبحان الله سبحان الله كيف لي أن أعلم أنك لم تأتي لاستراق السمع على أهل هذا البيت سيدي هانئ لم أرى في هذا المنزل سوى جاريتكم ويبدو لي أنها صماء بكماء أدخلتني من باب المنزل مباشرة إلى غرفتك بالإشارة ولكي تأمن أنت أيضا أنني لست جاسوسة جئت للتجسس على أسرار هذا المنزل فليس عليك أن تقول لي أي شيء اسمع ما سأقوله فقط يا للعجب لم أرى امرأة بهذا المنطق وهذا العقل يا أختا قول ما لديك إن ابن زياد سوف يأتي لعيادتك ليحدث بذلك الفتنة وليخدع أعوام الناس فأنت تعرف الكفيين وتعرف أيضا ابن زياد وتعلم أنه وارث مكر عمر بن العاص قم بقتله فما دام ابن زياد حيا فعاقبة الحسين تعاقبة أبيه علي وعاقبة أخيه الحسن وعندي رسالة لابن عقيل أيضا أريد منك أن تبلغه إياها أنا مريض يا أختا وترين حالي إذا كان ثمة ما تقولي نول بن عقيل فافعلي بنفسك ليتني كنت أستطيع ذلك على أي حال يا شيخ إن أهل الكوفة هم أنفسهم الذين أصابوا الأشتر بالشلل بخيمة الفتنة تلك فلا تخدع ببيعتهم إن سيف مالك الأشتر بأكف أمثالكم اليوم وقبل أن يرفع القرآن على السهام أو إد الفتنة في مهدها أنا أعلم تكليف الشخصية أختها ولكن أنا أحتضر على فراش الموت يا من اسمه دواء وذكره شفاء ليشفيك الله من عنده أسألك الدعاء أنا محتاج للدعاء يا أختا بأكف أمثالكم اليوم وقبل أن يرفع القرآن على السهام أو إد الفتنة في مهدها سيدي هانئ يا مولاي لقد جاء الأمير لعيادتك تفضلا واجلسا أهلا بمن أتى أهلا به يبدو مريضا للغاية فليمن الله عليك بالشفاء يا شيخ وليذهب أهلامك ما نانت أيوان رجل عبيض الله يا شيخ ابن زياد أهلا بك يا ابن زياد أزعجت نفسك وأيو إزعج إنه الواجب يا شيخ إن في الكوف الكثير مما يجب عمله وهناك ما يمنع الرجل عن زيارة إخوانه بكل أسف فاعذرني لتأخيري عليك يا هانئ لقد سمعت بأنك أصبت بوعكة صحية طارئة ولما كن أعرف أنك مريض بهذا القدر وإلا كنت سعيت إليك قبل هذا إنني راض بحكم الله لطفك يا الله تفضلوا لا 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 تتحرك لا تتحرك لن أرض لك بإجاد نفسك أبدا أرجوك لا تعذب نفسك أيها الشيخ لماذا تقف هكذا أيها الرجل؟ اجلس أدام الله ظلك أيها الشيخ سأجلس ما هي أخبار نعمان بن البشير؟ لا أعلم عنه شيئا منذ أن سلمني مقاليد إمارة الكوفة فأنا لم أره يا غفار الذنوب يا سطار العيوب قم بواجب الضيافة لا 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 حاجة لذلك فقد أتينا لعيادتك وليس لملئ البطون لا تأخف أيها الأمير فلن نمن عليك ولن تتسمم أترى؟ أتسمع الهمزة واللمزة يا شوذب؟ شكرا لله على أن لسان الشيخ ما زال حدا وقاطعا كما هو يبدو أنه لا قيمة من حد اللسان فالجميع يحد الصيوف فهو كفيل بالمشاكل لا يرحم الله أبدا من جرنا إلى ذلك اسمعي يا هانئ أنا وأنت لسنا منسجمين كليا في شؤون السياسة ولا يفترض أن يؤثر ذلك على أخوتنا وصدقتنا وأنا هنا الآن من أجل عيادتك فقط وأدعو لك أن يمن الله عليك بالعافية سريعا وعندها نجلس ونتجادل مع بعضنا البعض فإما أن أتغلب عليك أو تتغلب علي أعلم أن الذي يجري في عروقك هو دم عربي لابن العرب ولكني أحلفك بشرف عروبتك ألا تكذب علي لماذا أتيت لعيادة عدوك لقد عدت للكلام المبطني وللتحريدي يا شيخ ما العداوة التي بيننا وقبلتنا واحدة وربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد لقد قلت أني أتيت لعيادتك لأني أعدك صديقا وليس عدوا طالما كنت شاكا بإسلامك يا ابن زياد والآن أنا أشك بعروبتك أيضا أنت في حال الاحتضار يا شيخ ويجب أن تكون أقرب منا جميعا إلى الله فالعناد وإثارة الأحقاد لا ينفع عنك والتشكيك هو دليل على ضعف الإيمان فانتبه إلهي أنت عالم السر والخفاية إن أشكي نابع من لنزوم إكرام الضيف وإلا فأنا على يقين بأن هذا الرجل لم يأتي إلى الكوفة إلا من أجل قتل الحسيد لم يأتي إلى بيتي إلا من أجل خداع الناس إن هذه هي عيادة الشيطان لي آه من حرقة أحشائي أريد ما أن أعطوني الماء الماء لقد تفضر قلبي أعطوني الماء 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 احترق كبدي احترق كبدي إن تعصب القوم هؤلاء لا دواء له إلا السيف الخافع الماء الماء أعطوني الماء فإذا حصل ولم تعطوني الماء لا تتركوا مجالاً لإبليس اقتلوه قلت اقتلوه دعالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة